موسيقى الآيات الكونية في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده فإن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة وكمال الحكمة وبدي الصنع حيث يقول الحق سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء فالكون كله شاهد على عظمة الخالق سبحانه ووحد نيته وإنما ينتفع بآيات الله الكونية أهل العقول الراجحة والبصائر النافذة فيزداد إيمانهم ويعظم يقينهم حيث يقول الحق سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ويقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ومن آيات الله الكونية السماوات ذات الجمال والكمال حيث يقول الحق سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ويقول سبحانه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ويقول تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ويقول سبحانه وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِدُونَ ومما زين الله سبحانه به السماء تلك الشمس التي جعلها الله سراجا وهاجا تدفئ الأجواء والبحار وتسير بانتظام بديع والقمر الذي جعله الله ضياء منيرا وقدره منازل لنعلم عدد السنين والحساب حيث يقول الحق سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلتي يسبحون وجعل فيها سبحانه نجوما لنهتدي بها في الظلمات يقول سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون والمتأمل في خلق الأرض وما فيها من آيات الله يدرك تمام قدرته سبحانه وحكمته حيث جعلها سبحانه قرارا لا تميل ولا تضطرم ومهدها لخلقه وسلك لهم فيها سبولا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعلها ذلولا ليمشي الناس في مناكبها ويأكل من رزقه سبحانه كما أنشأ فيها سبحانه البساتين وصنوف الطعام المختلفة التي تسقى بماء واحد حيث يقول سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ويقول عز وجل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويقول سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه أعلى كل شيء قدير ويقول تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من مطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وقد أكد العلم الحديث كل ما جاء في النصوص الكريمة من اهتزاز جزيئات حبيبات التربة عند نزول الماء عليها فمن الذي علم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام إنه رب العالمين ولا أحد سواه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن الآيات الكونية الدالة على بديع صنع الله عز وجل في خلق الإنسان مما يدل على وجود الخالق سبحانه وقدرته حيث يقول الحق سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضع فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ويقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ويقول سبحانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وخص البنان دون سواه لأن في تكوين البنان وبصمة الإصبع آية من آيات الله عز وجل في الخلق في عدم تماثل تكوين البنان في أي شخص منذ أن خلق الله سبحانه الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يتدبرون آياتك وينتفعون بها واحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين ترجمة نانسي قنقر